بدء التفاوض بين الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو هي ثمار أشهر من التوسط والمباحثات خلف الكواليس من أجل جمع الطرفين على طاولة الحوار بدأت ملامح اتفاقيات السلام السودانية تأخذ شكلها في أكتوبر الماضي عندما وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع عدة جماعة سودانية متمردة في جوبا بهدف إنهاء الصراعات المسلحة في إقليم درفور وجنوب كوردفان وجنوب النيل الأزرق وقع على الاتفاق أنذاك الجبات الثورية السودانية التي تضم خمس حركات مسلحة وأربع حركات سياسية ونصت الاتفاقية على ثمانية بروتوكولات تتعلق بالعدالة الانتقالية والتعويضات وملكية الأرض وتطوير قطاع المراعي والراعي وتقاسم الثروة والسلطة وعودة اللاجئين والنازحين لم توقع في ذلك الوقت كل من الحركة الشعبية بقيادة الحلو وجيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور على الاتفاقية حتى مارس من هذا العام عندما وقعت الحكومة السودانية على أعلان مبادئ مع الحركة الشعبية ينص أعلان المبادئ هذا على إنهاء الصراع المسلح بين الطرفين ويمهد الطريق أمام شركة تقاوم على أساس الاحترام المتبادل ومبدأ فصل الدين عن الدولة التي تطالب به الحركة حيث يشير أعلان المبادئ إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية لا تفرض ديناً على أي شخص ولا تتبنى ديناً رسمياً اشتركوا في القناة